طيب هاي الحالة كيف فينا نفهم موضوع الولادة الثانية كتير حلو كان موضوع محير لنيكوديمس نفسه يعني صح فكيف احنا اللي منشاهد وعم نسمع نعرف شو هي الولادة الثانية كتير حلو السؤال أول شي الولادة الثانية بأهميتها لأن كل ما يقوله الله له وزن الله نعم لأن الكلام خارج من ذاتية الله ومن حق الله للإنسان فلما يتكلم عن الولادة الثانية هذا يفيد أسيس نيزار أنه فيه ولادة أولى نعم ما منقدر نقول الولادة الثانية إذا ما فيه ولادة الأولى الولادة الأولى من آدم بقول عنا داود النبي بالأثام صورت وبالخطيئة حبلت بي أمي فالولادة الأولى من آدم هي بالخطيئة لكن الولادة الثانية تختلف اختلافا جذريا وكليا عن الولادة الأولى بآدم يموت الجميع لكن في المسيح سيحيى الجميع الولادة الثانية مش فكرة طارئة على ذهنية الله لكنها حق إلهي للإنسان ليدخل ملكوت الله ويعيش أبدا مع الله إلى أبد الآبدين اشتركوا في القناة